سهلا ومرحبا بكم الناس الكل فين ما كنتوا على الوطنية الثانية في عشرة عشرة برنامج تعرفوه تتبعوه في كل مرة يشد انتباهكم اتو انسى كيف كيفكم موجودين يمثلوا 24 ولاية من ولاية الجمهورية التونسية لكن الاستثناء كل واحد يجي ويحكي على سيكسستوري وعلى قصة نجاح فكها فكين من الدنيا خطر امن بها خطر يتعب عليها خطر اخدم وخطط وبناء ووصلها لبر الأمان وطنيا ودوليا تشوف روحك انت تكون مثال وتكون موجود معنا لهنا وتحكي وتروي تفاصيل قصة النجاح هذا ممكن والتواصل عن طريق صفحتنا على الفيسبوك عشرة عشرة ومعنا اليوم شاب تونسي ما يتجاوز 30 سنة وجاء وحذر وبش يحكي على مشروع النجاح متاعه مشروع النجاح متمثل في شركة ناشئة لترسيخ ثقافة بعث المشاريع لدى الأطفال ولدى الشباب تتراوح أعمارهم بين 68 سنة شنو حكيت الشركة الناشئة؟ شكونهم الأطفال اللي يخدموا معهم؟ كيفاش يخدموا معهم؟ فين يحب يوصلهم؟ وبيش بيش يوصلهم؟ هذا الكل نكتشفوه مع أشرف مطار أهلا وسهلا ومرحبا بيك شنو اللي حمين؟ شرفتنا يا أشرف؟ عايشك شكرا على سيبوتوك كل مرة نكون موجودة ومعايا شباب تونسي عامل 66 كيف؟ قاعد وثابت ويحكي على قصة نجاح وعلى مشروع أمن عليه وتعب عليه وكيما كل واحد يقول لي رأي مش سهل شركة ناشئة لترسيخ ثقافة بعث المشاريع لدى الأطفال براند جديد شركة ربما ما زالت تخطو في الخطوات الأولى والأساسية لكن تمشي بخطا ثابتة هوية هالمشروع وقتش بدأ مع شكوني خدمت وفين وصلت هالخطوات هذية؟ به هو يذهب هي الشركة اللي مختصة بش تطور برامج دي برودوي وتعطي زيدها الفضاء الصغار بش أنهم يطوروا في رواحهم من روح ريادة الأعمال كيراو أي مشكلة ينجم يكونوا قادرين أنهم يحلوا المشكلة هذيك بخلق مشاريع يخدموا عبيد وهما بيدهم يخلقوا إضافة ما يستنيعوا حتى أحد بدأت الفكرة عام 2018 جويلة 2018 جويلة 2018 دونك وقتها أنا كنت نخدم في حاضنة أعمال خاصة نخدم كل يوم مع البعثين المشاريع نعاوهم فيهم بش الشركات متاحهم يوصلوا يوصلوا الحاجة اللي يصنعوا فيها للمخشيك فيما نقوله للأسواق لكن فقت بحاجة فقت بحاجة دونك وقتها تقابلتنا وستسابيل اللي مبعضنا أساسنا مشروع يذهب وبدأنا هكا نحكيه على شنوى البعثين المشاريع التوينسة شنوى ينقصهم بش ينجحوا في تونس وإلا في العالم فقتنا اللي كما نقوله أحنا علميا وإلا تقنيا لبس علينا وخير من بارشة دولة ولا حد ما ينجم يشكك فيه حتى حد ما ينجم يشكك فيه ذكاء تونسي معروف على الأخ رغم أنه الإمكانيات المدية محدودة صحيح وفي بعض الأحيان الناس حكيت على قصص نجاح بالمليارات والبداية كانت في صفر مليم وإلا حتى بنية وخمسين دينار نسلف من عند قريب ولا حبيب ولا جار ولا صاحب أمن بفكرة وهذه العبقرية التونسية والإستاذ تونسي موجود وحتى كنشوفوا لبرة نقاو برشة ديزان جينيور توينسة طبا توينسة معتلا كيف قد توينسة مشرفتنا الحمد لله أما بيعث المشروع التونسي اللي صعب عليه المهمة واللي صعب عليه كل وصول للنجاح يا إما في تونس وإلا في الجهة ولا حتى في العالم الكل اللي هي الثقافة متاعه والطريقة اللي تصرف بيها ويعيش بيها كل شيء وقررنا قلنا برشة من الحاجات هذو اللي مسعبة حيات البعث المشروع التونسي هما ديزابيتود صغار عادية صغيرة ما كيفاش يوصل الفكرة كيفاش يقبل الأفكار الغير كيفاش يخدم مع مجموعة كيفاش يجرب ويحصن بشوية بشوية كيفاش يسوق منتوش كيفاش يعرف بالمنتوش صحيح كيفاش مثلا كيفاش تعرضوا عراقيل ولا اللي هو يتجاوزها ما يقعدشا كديما مسكر على روحه ما يعمل كل اللي في مخه ما يحاول كيف ما قلوحنا يتيح ويتكار بس بلغتنا التونسية وكل شيء دونك هذيك الكل قلنا هو اللي قاعد يعاطل في المشروع التونسي وهو اللي حاجات النجم تعلمه وحنا صغار معتها برشة عبيت توا كي يوصلوا في عمار معين دونك يوليو يحاولوا يوصل في برشة فلوس برشة دي كوتش جوش بش يحصلوا في رواحهم يبدلوا العادة السيئة لك بعادة مخير منها اللي تعاونهم في خدمتهم يعني أنتو ما فهمتوا تويكا أنه الواقع الرهنة اللي احنا فيه مقتضيات السوق العربية الدولية المحلية العالمية هذا هو الاختصاص المطلوب ترسيخ ثقافة بعض المشاريع لدى الأطفال يزي من الصغار اللي تكبر ومش فهمه فين بش تمشي وشنو اللي بش تعمل وقال لحاملة اللي شهده عليا ماستقم دكتوراه وباقي تلوج في المناظرات وباقي تلوج في الانتدابات وديما البيبان مسكرة وديما البكاء على الأطلال الحل هو جديد هم حاشتين مهمين جبتهم برشا اللي هو اللي هو السوق الشغل هو تبدل في المتطلبة تمتعه اليوم فما تقاريد اللي أكثر عشرة قلوحنا اختصاصات وإلى مهارات لازم يكون عند العبد اللي يدخل في سوق الشغل منه لألفين وثلاثين ما عادش نحكيه على تكنيك ما عادش تكون به في الطب ولا تكون به في البرمجة ولا اللي هو منحكيه عابد يارف يتكلم عابد يارف كيفيش يسوق عابد كيفيش يخدم في مجموعة عابد كيفيش يلقى مشكلة قدامه يكون عنده حاضر ذهنيا بشأنه يلقى حلول المشكلة هذيك الأهم عشرة مهارات مطلوبين هم المهارات هذي معاش نحكيه على مهارات تكنية أنت بطريقة غير مباشرة قاعد تحكيلي على الاختصاصات على الفروع على الإزاكس اللي قاعد تخدم فيه على الزغيرات أنت والفريق المرافق ليك أحكيلي على هالاختصاصات اللي موجودة أحكيلي على رجع الصداية ربما أنت تحكي على مجال راو مازالت الناس ما هي شوائية بأهمية وخطورة هذا الاختصاص وربما هذا الكلوب إن صح التعبير في الحياة المهنية لصغيراتهم دونك فما صغيرات عمارون تروح بين قدش وقدش رجع الصداية بتاع الأولية صغيرات كيف شفتوهم بعد تقريبا سنة دراسية شارفت على الانتهاء والخيتام بي اليوم احنا الصغير اللي نقدموا معهم أمارهم تتراوح بين 6 و 18 سنين دونك نقسموهم من 6 إلى 10 سنين مع بعضهم 11-16 سنين مع بعضهم 16-18 سنين مع بعضهم ونحاولوا كل فئة عمرية عندها البرنامج اللي ماشي معها وعندها الفريق اللي معها وعندها حتى المختصين اللي يمشيوا معهم وكل شيء دونك الصغيرة ذوما سهل برشا نحاولوا بشوية بشوية نمشيوا معهم اختيبة اختيبة بشي شوفوا المشاكل اللي ديرا بيهم في تونس في حومتهم وإلى حتى فرعا بقيها يتساور قاعدة تتعادل تيبعا حاول هالشركة الناس أو بتالي الناس اللي يعني هالأمر وتحب صغارها تكون موجودة وتستنفعها بكل هالمهارات هذية لبنات غيس سيء هالشركة الناس اللي تعاون الزغيرات نحن مقابلون على الفيسبوك ولا على السيسوي بكل شيء بيه الصغيرات هذوما كيفاش كان ربما يتعامل معهم يعني كانت فما خلفية عند الصغيرات حاضرين ربما نسبيا من قبل الأولياء على أساس أنه ثقافة بعث المشاريع تكون موجودة في حياتهم اليومية في تفاصيلهم اليومية وإلا كان عندهم حاجة غريبة عجيبة أول مرة من خلال كلوب متاعكم سمعوا بكلمة بعث مشاريع وثقافة بعث مشاريع وريادة وتسويق ومشروع وإسم مشروع وفريق عمل ومشاكل وإشكاليات ووي 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 الكلمة تضم كل جدد عليهم يسمعهم أول مرة كيفاش كان تردد الفعل متاح من الأول كيسمع كلمة يقعد يغزل يقول لك شنين حاجة هذية أحنا ديما خدمتنا لسفوار في رمتنا هو نبسط المعلومة مع تلقريب اليوم نعلم في حاجات اللي أنا مثلا تعلمتهم في الفاك كي قريت في الجامعة وتعلمتهم في برشة برامج في تونس هذين محدودين الصغارة دوما وبرشة من تونس دونك برشة حاجة جديدة عليهم أما من الأول يقول لهم إسكوا تحبوا تحلوا المشروع متاعكم ويبدوا فرحانين يحبوا معنا صغارنا اليوم راههم عندهم عندهم الإرادة يحبوا هما يكونوا المسؤولين هما اللي يكونوا متماكنين ويتبقوا الحلمة بتاعهم ولا كيفاش يراو الدنيا وكل شي حشو مجوز بكل البلاسة الصغيرة اللي تخليهم يجربوا يتعلموا بشوية بشوية يستنسوا من الفكرة في مخي كيفاش نجم خليها تكون على أرض الواقعة واذي كيفاش قاعدين نعملوا أحنا في وثاب نمشيوا بهم اختيوة صغار أشرف لهنين نحب ننسي الحاجة الصغيرات أنت قلت مجموعات من 6 حتى لـ 8 سنين من 10 يظل الـ 14 من 6 إلى 10 من 11 نوعية المشاريع عند كل فئة عمرية شنو المشاريع اللي تسمحها من الصغيرات واللي ربما تكون هي المشاريع المستقبل وربما هذوكم يكونوا هما مستثمري رجال ونساء تونس غدوة شنو نوعية المشاريع والأفكار برشة مشاريع مثلا مثلا فما مشاريع اللي تحاول التطور في الميدان الثقافي فمشكون يحبوا يحصنوا من السيطيئات متاع المدرسة متاعهم متاع الكونديسيون اللي نقرأوا فيهم كل شي فمشكون يحبوا يحصنوا في كيفاش ندوي وروي كيفاش لعبة تتليهب بدون نيتها فمشكون كيفاش نتنقل من بلاسة لبلاسة يحب كيفاش نعمل ونعاونوهم شوف شنين حاجة نبقى القدتك اللي تراها مش احنا نفرض عليهم مشكل معين ونقولوا ما يتاوي نحلوهم أبعض نعم بالعكس نعلموه هو يبني وجهة النظر متاعه وعلى وجهة النظر متاعه يبني المشروع متاعه وكيف ما يراها هو وكل شي احنا جوست نمشيو به اختيو واختيو كل مرة نعلموه حاجة جديدة وهو يطبق الرؤية متاعه وكيف ما يراها حتى ساعتك نراههم مثلا ماشيين في اثنية بتاتر غالطة شوية ما نقولوش رأي رجبال لقليهم يغلطوا ويتعلموا كيفاش يبنيو على غلطة متاعهم بيش يتعلم كيف نغلط رأي مفيدش الدنيا ماذا أهم حاجة زيد الموصلوه اللي مفيدش الدنيا ماذا كيف نغلط نرجع على الغالطة متاعه نفهم شنو اللي ممشيش مليح ونحسن ونصلح بي أشرف المعادل قداش من ساعة أسبوعين صغيرات تتمتع ربما بهالمهارات وبهالمعليم وبهالمعلومات اللي هي جد قيمة في مسارهم المهنية مستقبلة ساعتين من زمين كما ندي معنى ساعتين من زمين هذية في معنى في الانيس كوليغ معنى وقت اللي يكونوا خلال موسم الدراسي وفي الصلاعات فما دي بروغرام قلوحنا أكسليري معنى متاع نهاري من زمين ثلاثة يام من زمين أربع يام من زمين وبقديش وبربي دونك لسويم تتراوح دونك ثمانين دينار في الشهر مع العمل الدراسي وفما لسويم معقولة جدا ومحترمة جدا معنى سيريش اللي يشوفوا فيه على مستوى الأسعار مع بعض الجمعيات اللي تعنى بنفس المسار ثقافة زرع ريادة الأعمال والمشاريع هذا الأطفال تلقى في ملايين خاطر هو مشروع احنا مشروع اجتماعي الهدف فينا الأول ما هوش الهدف الربحي الربح بالنسبة لنا ونحن ولا الفلوس دخلنا نكبره في المشروع ونصل أكثر صغار موش في تونس كهو ما في الجهات لكل الحمد لله يا ربي وصلنا مسينا أكثر من 3000 صغير دخلوا في اللي بروجرام متعنا كل شيء الهدف متعنا أن ثقافة ريادة الأعمال تنتشر عند الصغار في تونس الكل بايش نوري عملتوا بايش تنتشر هالثقافة في تونس الكل خاطر نعرف أنه المقر متاعكم موجود في تونس العاصمة وبالتالي هالخدمات الموزدات من قبل الشركة متاعكم تقدم أولا وأخيرا لأولادنا اللي موجودين في العاصمة لهنا ما مصير أولاد الجهات المختلفة من 24 ولاية من ولاية الجمهورية واللي عندهم النابشي تعلموا تكون عندهم الثقافة لكن ما فهمش الماليز وما فهمش الفضائيات المتاحة لتعليم مثل هذه الأبجديات والمهارات هو المشروع دائما من بزارت ومن بزارت لجينا لتونس وتوا نخدموا في بزارت وطونس بطريقة مستمرة وتوا قاعدين نحاولوا اللي قاعدين نعلموا فيه لصغالنا اليوم نعلموا في عبيت معلمين مجتمع مدني نكونوهم نعطيهم البرامج تكون حاضرة وهما يتكفلوا بشأنهم يطلقوا البرامج هذية في الجهات متاحهم يكون هما سفراء لكم هما يكونوا سفراء لنا وأحنا نقعد نحيطوا بهم ونطبعوا فيهم بشوية بشوية أي مشكلة يعرضهم يقاوفوا فيما تأثير من عنا أحنا ونعاونوهم بشوية بشوية بشيكسبوك الخبرة اللي تخليهم ينجموا يوصلوا أحسن كاليتين معتها أحسن بيهي أشرف ومحاجة أخرى شدت انتباهي إضافة إلى ثقافة ريادة الأعمال وغرصها لدى الأطفال والشباب وبالتالي يكونوا رجال ونسى تونس كما قلنا غدوة ويكون عندهم استقلالية مادية اجتماعية أمورهم سانك سانك ما مستحقين الحدتة فضاء والحدتة مؤسسة ربما يتحل فتح جاء المناظرات الفترة معينة تاخذ كابتينة ثلاثة ويقعدوا كالعادة نفس المصير الحمد لله هذا يجيل بشي يمنع إذا تبعنا نفس الممارسات ونفس الثقافة لأنه فم حاجة أخرى ضويتوا عليها اللي هي صعوبات التعلم وإلا أي صعوبات لدى الأطفال اللي هما تحت لوائكم تحت إشرافكم شفتوهم فهم فريق مخصص لمراعاة ومساحبة هالأطفال نوعية ربما الخلل اللي لقيتوا الاصطرابات اللي لقيتوها لدى الأطفال اللي تتبعوا فيهم في ريادة الأعمال كيفاش تم ربما الرعاية لأولاد هذو ما احنا كنا نخدمه مع صغار نخدمه مع صغار لكل كيف كيف وبعد كنا نبدأ وراء في صعوبات ولا ليهو نحاولوا نتواصلوا مع الأولياء قبل كل شيء من الجموش نصرفوا مريوسنا كل شيء نحاولوا نفهموا الوضعية وكان حسينا اللي فهمها إشكال نوليه ونشجعهم بش أنهم وإلا في وضعية النكران ديما الولي ودي لبيس وصعات ما يتشجع يقول هاي ترى خان ثابت على أقل نقطع الشاك وكل شيء وحنا نشجعهم وفهم شركات في تونس وفهم جمعيات اللي قادة تاخدوا في خدمة كبيرة برشا مع صغار هذوما نعطيهم لزادريس اللي بش يمشي وليهم قلهم ها امشي مع فلان الفلتاني شوف معه على أقل خلي نقطع الشاك وصنوة خلي نشوف وش نوى الأشكاليات الأخرين اللي تنجم تخليه يتصرف بطريقة هذه ولا عنده صعوبات بش أنه يتعلم الحاجة هذة هذة هي منشيرة منشيرة أخرى قاعدين نطوروا في برامج ديستيني للصغار هذوما اللي تراعي طريقة التعلم ممتاحهم بخاطر مشكلة صغيرة العادي مشكلة صغيرة اللي عنده صعوبات صعوبات وصعوبات في التعلم فيها برش أنواع وبرش أتيف دونك نحاولوا قاعدين الصعوبات هذك نحاولوا نقسموها وكل مجموعة تكون عندها البرنامج اللي يمشي معها واللي يمشي نقولوا احنا بسرعة التعلم ممتاحها يعني تطويع البرامج حسب خصوصية ووضعية الأطفال اللي هما تحت نظركم وتحت إشرافكم هي في وثهاب دونك احنا في خدمة صغيرة مش صغيرة في خدمة البرنامج دونك لازم البرنامج هو اللي يتأقلم مع الصغير ويمشي مع السرعة اللي ناجم يتعلم بها بالطريقة اللي ناجم يتعلم بها وبالحاجات اللي يحب يتعلمها زيد بيحي أشرف احكينا على المشروع احكينا على فكرة المشروع من يجد احكينا على الصحاب والصغيرات اللي ترافق فيهم اللي هما صغيراتكم وصحابكم نحب نحكي لهنا على التمويل وانا نعرف في كل مرة هذه الحاجة اللي اتعب بالناس يقول لك يحكيه ونشوف ساعات في التعليق الضحك يجيبونا في صغار عمرهم 30 سنة 35 وعندوا مشروع ويحكي على المشاريع يمنين وكيفاش كيفاش بديت ربما مشروعك رسمي لكن قديش بالضبط كي بدينا نفسي سابقا ديما نقول ويضحكوا علينا على العبيد بالحق ذيكا هاي بدينا عنا 500 دينار وعنا زوزر ديناتوريت وكونيكسيو انترنت أكا هاو خاطر هذيكا شنو كنا نستحق كنا نجم نوفره أكثر ما هذيك شنو كنا نجم نستحق والوضع اليوم كيفاش الحمد لله الحمد لله يا ربي طورت بركدي اليوم عنا برامج في كامل تراب الجمهورية مع ديبايور ديفون مع تبو موليين وكل عنا برامج مستقرة في تونس وفي بنزرد وعلى قريب إن شاء الله عنا برامج في أمريكا وفي الإمارات مع تبو عبيد حتى من العالم الكل ولا يطلبوا في الخبرات متعنا باشينا نطورو لهم البرامج ونعلمهم كيفاش يعملوا برامج كيف منها كيف وهي أكثر شهادة أنا بالنسبة لي بالحق ما يقولوها تزلش الصدر خاطر مشكين أنت في كل مرة يجينا شيء بتونسي عنده مشروع في ريادة الأعمال وإلا في الثقافة وإلا في البرامج التعليمية ولا البيدغوجية تلقى عليه طلب من قبل الأشقاء في الإمارات وإلا في دبي وإلا في مصر عليش اعترافا بكفاءة وفطنة تونسي في التعامل في هالمجالات هذي اعتراف ربما دولي عربي زيد يفتح البين المشروعكم إن شاء الله حتى بالنسبة لنا احنا راوها كخطوة جديدة راوها ككما قلو احنا ديفي جديد باش نشوف قدراتنا اي معطه ريهان جديد باش نشوف قدراتها في النجم ونوصله وديما في خدمة ما قولوش كان صغار تونس هكذا هو من صغار العالم الكل لما تجربة معطه فرحانين على الأخر اللي من تونس وصلنا خرجنا وعبيد من العالم الكل قاعد ينطلبوا في الخدمات ويطلبوا حتى في الخبرات تمتعنا كل شيء الصعوبات كيفش جوزتها اكيد ما كانش المسار مفروض بالزرعة بالحريرة دونك صعوبات واتكربسات وقبنا وسكرنا وبكينا واتعبنا اه ما كيفش جوزت بانا عقلية تتجاوز اللي كاني صعوبة وكان ما نجمش نجاوزها يمكن انا مانيش احسن عابد باش نخدم الخدمة هداي هذا من شيرة من شيرة اخرى ديما نحط في مخي هدف اللي نحب نوصله قاعد نحاول الحاجات اللي تمنيت كانت توفرولي وانا صغير خاطر مغروم يسر بالاعمال وكل شي كانت من نتراني تعلمتهم الصغرى يمكن كاني عندي كاريير اخرى كل شي ما نحب الشراء صغار اليوم بعد عشرة سنين بتتري عاودي يخموا نفس الفكرة تعرف الامنية متاعك هي امنية جيل كامل اللي انا وانتي والناس الكل فيه تمنينا لو عرفنا تمنينا لو مشينا ثنية اخرى لكن للأسف هذا ما صارش معنا خلينا نمنعوا الاجيال احنا باش ننكسرها سلسلة هدايا والجيل الجاي يلقى ديجاء فما شكون خاما فيه وشكون حذر للكرشي أرضية فرشت بتبع بتبع خاطر لازم معنا احنا من دورنا صحيح نخدم على مشاريعنا الخام وفي مستقبلنا كرشي اكيد معنا بلاد لازم خاموا على مستقبلها هاي انساني اجتماعي انساني اجتماعي وبعد زادة حتى بلاد كاملة باش تقفل اليوم البلدين في العالم الكل قاعد تطور تحاول تجري بشي تطور برامج كيف من هكا تونس الحمدول لهم السابقين كنا توا في معتها مع شوية بلدين أخلين هي اللي فيتتنا اما تونس تمام السابقين في كيفاش نوصل لصغارنا لعطيهم اكثر معلومات اللي تناجم تضمنهم مستقبلهم وكل شيء كلمة الختام أشرف لكل شيء بتونسي عنده فكرة عنده فكرة مشروع ما تردد خايف ويقول لك ما عنديش الفلوس انتي قلت ببيت بخمسة مئة بدينا بخمسة مئة ومستعمل نهيش بشتديد حلوش نتيجة منوضح أكثر الأهم في كيف نبدو المشروع هو الفكرة أهم حاجة ومناستحقوش برشا فلوس نصرفوها من الأول وانا مازال قاعد نفهم في الفكرة متاعي زع ما تمشي زع ما ليه زع ما فهمها عبيد اللي بشتاخذ الفكرة متاعي أول حاجة اكا الفكرة هذي كاجربوها بالموارد اللي عانا بالطرقة اللي عانا نفهم اسكو العبيد مستعدة بشتاخذ فكرتي تحب فكرتي وليه نصلح فيها بشوية بشوية من بعد رهي الفلوس بالحق رهي تجيب بشوية بشوية ولليوم مع النش ممولين اللي كما نقول وحنا مستثمرين اللي حطوا فلوسهم فيه ثاب على خاطر بالبرامج اللي نوفروا فيهم معتها نخصوا على البرامج هذيك فما مهمة اجتماعية اللي معدهمش ولا اللي في صعوبة تقول وحنا هنا هي أكتر حاجة شدة انتباه وقتل نشوف في عائلات السناء واليوم تغلبت في ظل الوضع الاجتماعي الراهن اللي احنا فيه التضخم الميل القدرة الشرائية اللي قاعدة تدهور يوم بعد يوم بالتالي العائلات ياويلها تقر ياولادها ياويلها تخلص فتوراتها ياويلها تعلم أولادها وبالتالي انتم الهنا تكونوا في العون بطريقة علنية أو غير معلنة وقتل يتحسوا انه فما عائلة محتاجة للدعم تعاونوا وما فما حتى مشكل في الفلوس وهذيك شكرا مش لنا احنا ميل العبيد اللي امنت بنا ودخل صغارها في يوثهاب وهوما اللي خلصوا باش صغارهم يقرأوا على كل عشرة صغار يخلصوا باش يدخلوا في برامج يوثهاب احنا معتنا نعاون وزو صغار اللي بتتعلم عندهم مشاكل اقتصادية باش تمنحهم مجينا مجينا وإلا حتى على قد المقدرة متاحهم كل شيء باش محصوهمش بالأحراج جدا اللي تخلي عرفت حملة جميع ريش كيف ما نقوله احنا وتخلي الناس الكل فرحانة وهذه ثقافة التونس وهذه ثقافة التونس نحاول نوصفها في كيف نقول احنا مودالي كونوميك في الشركة اللي تخدم والمنهج متاحة الكل ويمشي بطريقة هذيك ندمت انك بعثت الشركة متاعك اللي تعلمته يمكن في الاربع سنين هذوما يمكن ينزمني عشرين سنين في شركة عادية أهم ما تعلمت خلاصة تعلم تجربة دامت أربع سنوات مع بعض مشروع في ظل كل الاضطرابات سياسية الاجتماعية المالية اللي عشناها في تونس وانتي صغير 30 سنوات تعلمت انتكار بس بك الصعوبات والحاجات اللي يصاروا لكل ما أهم حاجة تعلمتها اللي كان فما حاجة تخاف منها بالحق تخاف منها هذيك هي اللي يجب تمشي لها تجري وتتشوف من بعض اللي ما تستاهل حتى شي وبعض اللي ما عاش تخاف اللي يقول هذيك ما دامني يخايف منه رأني معدها فما فما بوتانسيال كبير وراه فما حاجة كبيرة وراه خلينا نمشي ندق البيب ونشوفه كل وانتكار بس وعمرها ما يبش تكون اثنية مستوية حتى الصغار اللي نعلموهم ثقافة ريت العامير أنا نعطيوهم بالحق ماهيش زي نورهم فيها معنتها ونخاطين نغلطوا فيهم ونقولوهم ماهيش اثنية مستوية لازمها برشة كربيس لازمها برشة مخ محلول كل يوما نتعلم قليب قليب لازم قليب ولازم كل يوما تتعلم احنا حتى الصغار اللي يجيب بشي تعلموا من عنه احنا نتعلموا منهم بساعة أكتر من اليوم ما يتعلموا من عنه خاطر ديما لازم نواكبوا اللي شفاهمه جديد ديما نفهم المخ محلول ونبنيو القدام وكل شيء نبنيو القدام هذا هو أملنا في تونس غدوى لأولادنا لابنتنا الأجياء القادمة أنها تبني تونس وتبني حياتها ما تقلش في تبعية مع أحد ولا تستنى أحد ولا كرمتها مرهونة بأي طرف كان شكرا لك تفضل كلمة أخرى لازم الصغار اليوم نعطيهم ثقة راهوا بالحق كما نقول احنا بوتانسيال كبير 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 برشة عند صغارنا اليوم راهوا بالحق قاعد سعاد نحسوه يمشي قاعد هبئا منثورة مع تفهمت الدولة المدارس المعلمين أي عبد راهوا بمقاعد ديريكت مع الزار لازم يحط في مخول يراهوا فما بوتانسيال كبير فك الصغيرة هذك احنا دولنا نخرجوه مش هو يخرج روحه بروحه ما دولنا احنا باش نخدموهم باش نخرجو لهم البوتانسيال متاحهم من هاريخر باش يخدمون البلاد متاحنا ويخدمونا حتى يمكن احنا كينكبروا كل شيء شكرا لك أشرف ماتار على شهدة الحياة على شهدة النجاح هذه بالحق في كل مرة نزيد نفرح ونقول ما زال فما الخير ما زال فما تتويج لتوينسا ما زالت النجاحات متالية وهذا هو تونسي ببساطة شكرا لك أشرف تحية كبيرة لكم السلسلة اللي معك وليكنتش موجودة لكن تم ذكرها خطر هي شريكتك في المشروع هذه مزيد التوفيق ونجاح لكم صاحب شركة ناشئة لترويج ولترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأطفال وما أدراك ما الأطفال يوم رجال ونساء تونس وغدوة المشوار ما زال متواصل معنا في عشرة عشرة وخانتعدي ونشوف زميلتنا شفي قناة ساوي شمح حظرة من خلال الروبرتاج ورجعين مع ضيفة أخرى مرحبا في فقرتنا لليوم باش نقدمو لكم مجموعة من المواقع الإلكترونية اللي تنجمت فيدك في أواخر السنة الدراسية الجامعية في بخوثك أو في استكمال امتحاناتك أو مراجعتك لآخر العام والبداية باش تكون بموقع إنستغراك موقع تعليمي يقدم لك خاصية البحث التفاعلي السريع اللي يتيح لك كمية من المعلومات والصور ومقطع الفيديو عن أي موضوع تحب تبحث فيه أو حتى أي كلمة مفتاحية تقوم بإدخالها في البحث يتيح لك الموقع الانتقال عبر الرابط الإلكتروني إلى المصدر الأصلي لكل معلومة كما يمكنك من إنشاء حساب خاص على الموقع تحفظ فيه معلومات وبخوث اتوصلت لها ويكيباديا الموسوعة الحرة رغم إنه الأراء تختلف حول مدى دقة وجودة المعلومات اللي متوفرة بهذا الموقع إلا إنه الاستخدام الذكي للبحث بالموقع يخليك تتجنب المعلومات المشكوب فيها وغير الدقيقة وهذا يكون من خلال الروابط اللي متوفرة بالموقع والاتجاه مباشرة إلى المصادر اللي تعتمد عليها المقالات المكتوبة بيويكيباديا وهذا يخليك على اطلاع على المعلومات الدقيقة بي بي سي لانجويتش موقع ممتاز جدا في تعليم اللغات يوفر لك فرصة تعلم أكثر من 30 لغة في حصص ودروس مكثة ومدعومة بسلسلة من الاختبارات اللي من خلالها نجم تقيس مستواك في اللغة اللي تتعلم فيها تيد هو موقع في الأصل عبارة عن شركة غير ربحية كما تقدم نفسها تعمل بالأساس على نشر أفكار وتبادل تجارب وخبرات بين الشباب الشباب اللي نجم ينشأ حسابه الخاص بالموقع هذا ومن خلاله تنجم تقدم تحكي تقترح تتبادل أفكار وتجارب حول عدة مواضيع تهم الشباب خاصة في مجال البحوث الجامعية والحياة المهنية المستقبلي جودريد موقع معني بالأساس بعرض الكتب من مختلف الأنواع روائية علمية أكاديمية إلا أنه كموقع يحمل من المميزات ما يجعله مرشح لأداء دور أكبر من دور العارض للكتب لأنه يحتوي على شروح تفاسير تقييمات لعدة كتب وقراءات نقدية في شكل مقالات رجعنا لكم وصلين المشوار مع دورة لابوز صحفية زميلتنا أهلا وسهلا ومرحبا دورة مرحبا بيك يا عايشك شكرا على أستاذ أفا مرحبا بيك حاضرة معنا باش تحكينا على برنامج شبابيك البلاتفاغم هذية اللي فيها العديد من البرامج اللي شدت انتباه الصغار والكبار واسية مع الشباب على خاطر تحكي على برشة مواضيع تمسها وفي صلب الانشغالات بتاع المواطن التونسي اليوم قبل ما نحكيه ربما على باقة هالبرامج خلينا نحكيه مبعضنا على البياسة اللي انت تخدم فيه صحفية واللي البياسة دونك من خلاله فما ديت الموانياج في مشاهدات حية البرشة ناس عاشت ربما الهجرة غير شرعية اللي هي مشكلة عن يومنها في تونس منذ سنوات لكن الوضع قاعد يتفجر ويتأزم من عام العام حكينا على البياسة على المشروع هذي وقت الشبدة كيف جاءت الفكرة كيفش تجيبوا ربما هالناس اللي باش تقدم شهادات شو اللي تحس وانت تخدم معاهم حكينا شوية على جول البياسة بالضبط هو ما كانش معنات هالفكرة الساعة مش فكرتي أنا فكرة أشرف العوادي خليني نحطك في الإطار الساعة هي منصة بلاتفاغم ديجيتال اسمها شبابك والليميسيون اسمها البياسة وإحنا كيفش بدأت الفكرة كنت فكرة أشرف العوادي أعطاها الفكرة المدير المنصة اللي هو هاني البدوي وبعد معناتها هو اللي ما تخنزمي الميساج أنا الحقيقة عجبتني على الأخر معناتها الفكرة وكل شي بس كقاعدين نعيشوا في موضوع رهيبة رهيبة الآنية تفرض الموضوع هذي جسما معناتها عدد المهاجرين غير النظاميين تفاقم على الأخر درنيا مش نحكي لك على المانتالي تيموانياش كيفش كنا نجيبوها ما كانش بسهل بالكل بك عليش أنا سألتك قلت لك كيفش تجيب الناس اللي تقدم شهادة حية وجوه هذي جا مكشوفة شنو اللي تحس ما تتصور معهم خطر أنا تفرجت على حلقات وحسيت بمرارة مرارة وندم كبير وبالتالي من خلال الخدمة متاعك فم رسائل توعية كبيرة تتمس وتتقدم لكل الناس اللي تفكر وإلى ناوية على الهجرة غير شرعية الغير نظامية من خلال بيس جسما هو ما كانش بسهل ما احنا البلاتفورم بتاعنا منتا تخدم على دي مساج منتا بيان بريسيز المساج لكلهم ماذا بينا منتا ما تكونش حاجة ترفيهية ما معناتها دي معنا نمشيو في ليني متاع تخرج تخرج بحاجة ما تكونش منتا تتفرج كما البلاتفورم دي جيتال الأخرين الكل جس حاجة دي كالي ولا حاجة ترفيهية دي معنا مساج عنا عبرة عنا حاجة تخرج بها فينا وانا كياس وحفية وكما مواتنا وقتا اللي تفرجت فتيموانياج متاع السيد اللي قال واللي حكيها على الهجرة لإيطاليا وحكيها على الظروف المزرية اللي عاش فيها من خلال شهيدة الحية الواقعة مريرة عاشوا يخليك أندي غيك تموه بطريقة غير مباشرة اتعدي رسائل مشفرة وواضحة لكل إنسان وكل شي بنوي على الحرق جس ما أنت كما تعرف ويعرف المشاهدين الكل اللي اليوم الشباب يقول لك كوت كوت نخرج كوت كوت نطلع هنا في الشقف ونمشي يوصل حتى ما انت شاب اليوم يقول لهم وبيع اللي قدمك وليوراك بيحسيقتك بيعذابك من عشان يعمل يخدم الكل بشي لمحق حرقته ويخرج احنا جيتنا الفكرة قلنا عليش ليه ما انت ما نعملوش سانسيبلزازيون نمشي في السانسيبلزازيون عفوا نخليه الشباب معنطها يخذ العبرة من التجارة بغيره كيفيش ما انت الحقيقة هنا كنت نخرج سيختغاء انا وليكيب الكل ما انت الكلنا ما انت ما نقصي حتى حد بالحق اللي يعرف اي عابد يحب يخرج يعطي الاكسبغيانس متاعه وغيره كنا نحاول نقنعوهم نمشي وسيختغان ما كانش بسهل الحقيقة بش تقنع عابد عاش تجربة هذيك عاش الوضع هذيك خطر بالحق مش يحكي على تفاصيلها جستما بايدونا خانا نستغلوا الفرصة للناس اللي ربما متعرفش البلاتفورم هذي شبابك ولي ما تعرفش ربما برنامج هالبياسة هذي وما يعرفوش على شنو قاعدين نحكي وبالضب خلينا مع بعضنا نمشي ونشوفوا اكستخي مقططف صغير من شهادة حية الناس مشات وسافرت وحرقت لكن ندمت ندم محياتها الكبير على العاملة اللي عملتها في رواحة في عائلاتها وحتى في اقرب الناس لها شهادة من خلال الروبرتاج وراجعين مع دورالبوز مرحبا في عشرة عشرة تقضلوا هبطت ناس كل تجري على حجر تجري على حجر ننباكي كنص يعو اخبطنا كار وفي كل حاك طلعونا بالضرب قطعونا قطعونا ضرب قطعونا طلعونا ضرب هزونا للتشينتر شعر بركة لمشيذ خمستاش والاستبتاش نضيح دعم اللي أمشيوا فيها لننت حوقت بشما يحركت قطعونا قطعونا ضرب ميبتو خير وبدأت مني طلعونا في شقف متبعت وشاهدو قطعونا عرف روحو يبش يموت يبش يوص قاعدنا الهلتين ونهارا معناتها خلجنا في الليل وقاعد نهار وطلعونا وطلعونا الليل ومبعد خلاطنا معناتها كلو واحنا وشوه صباح قريتو شي حزن قلبي سرار عمري منبكي بسرار طلق خمسة ستة عائلات خمسة ستة عائلات معناها بصغارهم تعمل هكا بالملاحف الدراجة بالملاحف كما نقول دمي زانين فروشيت فوق بعضهم ودراجة بالملاحف قولش عليك في حبس ياما ناسك لاحنا بحر برشا ناسر برشا ناسك لاحنا بحر حرفت في ليبيا قداش من واحد بنا قدام لأمتي شوية بنتي قدامي بجنبي هكاية السيد شبدا علي بستولي منورا الفيترين شبدا علي بستولي يعمل ليهيج يشري بعشرة ورورة عشرة لفرانك يتعاركوا علي ساعة ساعة تيح روح علي العشرة ورورة ذاك يدخل زبون بشيشري ولا حاجة تيح روح ساعة ساعة على زبون ذاك حتى غادي زيادة أخوي أنا ما نصح شي طبعا الحرام بشتمشي غادي للتمرميد والخرب والبيعان الغابرة رايح كايير زيادة خذوا درس من يقبلك ومشي ومشي وقبلك شهدت مؤثرة ورجع القلب الدم القلب بالحق تحكي على وجاعة ناس عاش التجربة مريرة كانت تستخيل أنه إيطاليا ولا غيرها من البلدان هي الجنة الموعودة لكن يمشي ويكتشف أنها يا خيبة المسعة وأنه يا ليت ما مشينا خاطر كما قالوا التهميش الخرب البوليسية يالي غادي ويروحوا وينجموا يكونوا فقدوا كرامتهم فقدوا إنسانيتهم فقدوا أقرب الناس لهم وهذه هي المأساة التي تتكرر تختلف الوجوه لكن المأساة هو السيناريو واحد تحية كبيرة تحية كبيرة لهم تبارك الله تسويرة أبي كابل موتاج خدمة ياسر مطروزة تحية كبيرة لكل الناس التي خدمت على ياسر نحب نشكرهم فردا فردا نحن أوني كاتر معناتها الأربعة نحاول معناتها نقعد مع بعضنا نقوم 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 مع بعضنا معناتها ونعطي كل واحد يعطي فكرت أحنا على بعض معناتها أخويت وصحاب وكل شي معناتها وكلنا دجان نقنعوا بعضنا كيفيش نمشي نهبط لتغان كيفيش نمشي العبيد نعيش الوجع متاحهم في حوامهم ننوصل نمشي معناتها ما نحبش نسامي بلايس اللي مشينا لهم بالحق مشينا لبلايس وين هما قعدنا معاهم حاولنا نكسبوا ثيقة متاحهم بشو نوصلوا حكايتهم خاتر مش بالسهل بش تقنع عابد معناتها باعد دراج عابد سكن تحت قانترا عابد تخل حبس عابد ما انتها صار فيه بشو قلك معناتها حاتر في تقعد إنا وصلت عملت قهاوي مع العبادة ذوما بش حاولت نقنعهم بش يوصلوا صوتهم بش الشباب اللي ناوي يخرج ولا ناوي يعرشوا وشنو يستنى فيها جستما خاتر بالحق لكن الاني دورة ان الحاجة اللي لفتت انتباهي انت حكيت وعملت شهادة حية وبرك الله وفيك خاتر خدمة بتعتوعية كبيرة قمتوا بها من خلال هالبياسة هذين وبالتالي هي دعوة لكل الناس اللي تنوي بش تمشيها وشنو يستنى فيك والقرار قرارك لكن هل سجلتوا ربما مع المافيات اللي هي تنظم رحلات هالهجرة غير مشروعة واللي هما مافيات متشكلة معروفة تخدم بعلن وإلا بطريقة غير علنية وهما اللي ما زالوا مواصلين للمشوار متاحهم رغم هالأرواح اللي قاعدة تزهق واللي قاعدة يكلها الحوت واللي قاعدة تمشي وتتعذب وترجع والغاية بالأساس هي ربحية هو ما نكذبش عليك مش بالسهل معلتها بشتخلطهم الحراقة والكل عما كيما خلط للناس هذو ما تنجم دخلطه هنا نعرف إن شاء الله إن شاء الله أسبرنا أحنا طوبر الماما كمان البارتي هذي بشنا فهموا هالبوزل وهالموزيك هذي كلها عليش الوضع هكذا تأزم عليش تفاقمت هالحملات متاع هالهجرة الغير النظامية في تونس عليش الأرواح قاعدة تحصد عليش اللهم مات قاعدة تتفجع في أولادها يوم بعد يوم نداءات استغاثة من كل الحد بوصوب من مختلف سوبعك على الدي كما قلوها يمكن إحنا طوى كما كنت تقول أنت طوى برمير بارتي خدمنا على اللي كانت على العبيد اللي معنطا اللي يمشي ورجعوا بطيت على الانترم بش نخمو بش تكون معنطا تكمل تطور للإميسيان تكمل للإميسيان بطيت نمشي للظفة الأخرى ما زلنا قاعدين نخمو معنطا أما ستسغبا معنطا كيف كيف مانش بش نكمل وفي اللي عملناه تطور تحب ولا تكرم أنت المتفرج بشي قولك فديت نفس المساج قاعد يتعود خطر بخاتيكم نفس الرسالة نفس السيناريو عاشوا إكس وإيقرائج رغم اختلاف الوجوه والأسماء والشخصية لكن السيناريو والحياة اللي عاشوها في البحر وغادي في البلاس اللي مشاولها هي نفسها جسما احنا تطور اللي كان اللي خدناهم اللي شفتهم الكل كل واحد وقصته كل واحد عليه شنية الدفع اللي خليه يمتطي قارب الموت ويمشي معناتها في التجربة هذيك يمكن بش نمشي واللظفة الأخرى نمشيوش على المحالة يلزمك تمشي لها وتمسي نحاول إن شاء الله ستسغفة فسيل هذيك هي معناتها خدمة الصحفية خدمة المصور صحفية خدمة المخرج خدمة الكل هو ستنصي كلنا قاعد نخدمه على الحكاية هذي بش نوصل لرسالة متاعنا وبش نخدمه حاجة عبرة لكل مشاهد ولا كل شي بقاعد ينمي دورة استغل الفرصة متاع وجودك وحكينا شوية على البلاتفورم شبابك قلت لي لي فما برشة برامش وبرشة برامش تحق في نسبة ومشاهدة واستماع ومتابعة كبيرة فما برامش تر فيه اجتماعية حكينا شوية على الجو الموجود على البلاتفورم الناس اللي تتبع فيكم شنو رجع الصدق بعد هالبرامج هذية وبعد ربما الوافاء في المتابعة تفاعلات كيفش حسيتوها ولمستوها عاتينا جو شبابك شوي بو هي شبابك بلاتفورم ديجيتال منطة منصة شبابية عفر سامبال اسم عليك اخترتو شبابك شبابك هي جود مو شبابك جيام الشباب شبابك وتحل دي فنتر شبابك على برش حاجي محليها جستما انتخطر احنا معناتها الاسميسيان اللي عنا عنا الحماس اللي هي اميسيان qui تخيط لأكتواليتي اما دي فاسان ديكالي بطريقتنا احنا معناتها عليش خادر الحماس كل ما تمشي لوتاس مع أخبار البلاد جولان قاعدتهم في نساب مشاهداء اللي عنا الجرينت اللي هي تروي قصص نجاح متع الشباب بدي مصفر كيف دعونا اليوم جستما بدي مصفر وحاول مانتها يعمل مضعف قوة ويعمل دي بروجيين يشحين في تونس ولا حتى ماش خدينا مراكا متع الدفل أعمال هو مغروم بالسيخ على باز وقاعد يام في دي سبكتاكل أم بي بارتو في تونس وكان مانتها تجربت وكان ماش كان شفتو عاتينا رقمه إيمان بوغوتايا زميلتي هيو كريم في العديد طيب ياخذوا الرقم ونجيبوه علش لي كل فكرة تستحق للتجيع كل إنسان يتحدى ظروف وصعوبات ونجم من لا شيء أخلاق شيء يستحق أنه يتحكي عليه طريقة مشرفة جدا جستما طفول هذي يمكن بالحاجات اللي ما ستني فيه اللي هو تخل للسجن كانت عنده وضعية خائبة تخل للسجن عالج دو 10 ستان ميك يخرج قال مش مبدل حياتي إفكتفم قاعد توا مانتها يمشي في الجو متاع السيخ كل كل وقاعد مانتها يحاول بشي طور مروح وقال مانتها قال لي والنساج تعدى قال لي ألو تيغم شو تشوفني في الدسيخ مانتها الاشيال انتغنسيونال إن شاء الله نحييه وعبيد أخرين برش عبيد أخرين مانتها صورنا معاهم بالحق ما طيعت يوك أمل شابيب يقول لي ما فهمش أمل في تونس اللي بين الكل تسكرت لي أنا ندعو شابيب الكل بشي يشوفوا الجرين خاطر بالحق بالحق تنرجم من الضعف تعمل قوة تنرجم من حتى شي تعمل شي مما الإشاكة فيه احنا نعيش فيه يوميا تقريبا مع ضيوفه لي جي وهك شفت يعني بإمكانيات محدودة لكن نرجع ونقول دورها الاستثناء في التوينس هو الذكاء هو العبقرية يعني بالحق الإمكانيات المحدودة المالية ما تنجمش تكون عائق قدام فكرة وقدام عزيمة وقدام كيف تختم على مشروع تحب توصله ووصلته جسما دونك هذا اللي نعيش فيه هذا التوينس شوال برامج لأخر ربما قلت لي فهم برامج اجتماعي يا زيدا لقياسة دي كبير فما أنا برنامج اجتماعي جديد قاعدين بخشان ما إن شاء الله باش تشوفوها على منصة شبابك اللي هو منصة اسمه سمحني عفوا برنامج عن تجربة يروي تجربة منتع عباد عاشوا دي ذي ذي كسبغيانس خايبين أدعوكم تشوفوها ومش لازم نحرق الاميسيون قبل ما تتعدى زيدا بالحق نتصوروا باش ينجحوا بشي مثل عباد عنا اميسيون اسمها مواقف كل مرة نجيبو عبد معروف في تونس ممثل كوار جي سي نحطوه في مواقف وتشوفوها دا تلفع جسما هذي شوية في الدكالي عنا كما قلت لك لغيرين تال حماس عنا الفديوي زيدا تروي حاجتها كتاريخية شوية عنا فيروس يروي ذواهر متاع الاجتماعية اللي نعيش فيها في تونس زيدا عما فيها اموخ فمتأمي فمالوزين ديكالي في الخدمة متاعك جسما متوجوغ انا تخفصان حاولو بش نعطيوه فنالما معناتها رسيلة لكل واحد يتفرج ما اخرش بحطة الشاي معناتك يتفرج كل كسوة معناتها جسما شكرا لك دورالابو الصحفية شكرا للتوضيحات بخصوص البياسة البرنامج اللي تخدم عليه هو اللي يحكي ويصالة تطلع على الهجرة غير نظامية ويليت لو الشباب يتفرج فيها ويعتبر من تجربة الناس اللي مشيت واللي لقات صدمة عمرها وخيبة عمرها من خلال هالتجربة اللي ما عشت الويلات شوفوا واتعلموا من تجارب الناس ويقول لك امشي لتبيب كيفاش يقولوها هي اسأل مجرد ما تسألش تبيب الناس عاشت التجربة وبالتالي لا مجرد لتكرار مثل التجرب هما سمحني بشان قولك كي تتفرج في لزيبيزيد الكل براتيكم الناس الكل تقولك حاول ما تعيش التجربة خاتل كلهم تحوا للحاجات الخايبة للدرغ كلهم ما انتا كي تمشي غادي ما انتا سسغى با جنة فنالما مكش بش تلقى حتى شي بش تحاول تمشي في ثنية أخرى شكرا لك دورة لابوز ومزيد النجاح والتألق لبلتفور مش بابك ولكل البرامج ولكل الناس اللي تخدم على هالمحتوى هذي نورتنا يلا وشرفت ناشاء الله في اتلالة أخرى تكون موجودة تحكي على بيسا يسير أما تحكي مع الناس اللي تنظم في هالرحلة الموت هذي ان شاء الله بش كلنا نتحدي هذي ان شاء الله نحب نشكر على رأس المنصة سي هاني البديوي نحب نشكر صديقي بهي الدين أعطي الكدرر والمصور الصحفي نحب نشكر سندة الفندري الكل ينقص اي واحد ما نجموش نوصل ونعمل تحية كبيرة لهم ونزيد من خلالك نعدي تحية لكل الفريق اللي معنا خطر بليش بهم ما تنجمش اي تصوير توصل كيما يلزم بطريقة مهنية محترفة فيها احترام للمتلقي والناس اللي تفرج فينا وفي المحتوى اللي يقدموه شكرا لك زميلة دورالابوز مرة أخرى نتعدى ومن خلال الروبوتاج نشوفه تذكير بكيفية التواصل معنا في عشرة عشرة مش تكون موجود تحكي على التظاهرة على قصة نجاح وإلا على حاجة تنجم تحقق الإضافة لكل الناس اللي تفرج فينا مرحبا بكم المشوار بتواصل معظيف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المشوار مع دورالابوز في الكواليس على الهجرة والحرقة وما أدرك ما الحرقة وقالله لا يشوي يقوم وإن شاء الله شباب التونسي الكل يقعد في البلاد هذي يستثمر تاقات ويتعلم سنعة يبعد على القهوة ويبعد على الدمغجم تاعة الأفكار هذه والحكايات ويمشي نحو البينة ونحو أنه يعمر حياته بالحاجات اللي فيها مصلحة ليه والعائلته وخاصة الوالديه اللي تابع ليه واصلين المشوار مرة أخرى ورحب ضيفتي لوبنا بن مسعود وستاذة جامعية ومدربة علاقات وسرية مرحبا عايشك أميرا ما يخصي على استضافك شكرا لك لوبنا أنت عندك برشة فيديوهات قاعدة دور على مواقع التواصل الاجتماع وما غاديك شدينيك وكبشنيك وفهمنا الموضوع اللي تحكي فيه وهو حاجة تمسكو العائلة تونسية لا محالة ودون استثناء لي صعوبات مهما كانت الصعوبات نرجع ونقول دراسية نفسية اجتماعية بدروجية تعليمية المهم عندي صغير ما هواش في إطار النمط اللي احنا نعرفوه كصغير أول حاجة شنو تقييمك وتفسيرك ربما وتعريفك لي صعوبات التعلم مهما كان صنفة عند الأطفال كأكاديمية نحكي دكار بصعوبة التعلم أميرة احنا أول حاجة نحطوه صغير في الروضة ساعات في الروضة نفيقوا بحاجات صغيري كيروح ما يعود ليش عنده نفور حتى كي بش نقرأ وقصة يقول لك لي لي ما نحبش نهنا يفهم شوية شك إما ما نش متأكدين بعد يدخل يقرأ في المكتب كيف كيف سنة أولى عنده صعوبة أنه يكتب يعني كيمة صغار أخرين أنه يكون في نفس لمستوى متاع الصغار أخرين أكثر حاجة معنا يتبهى صعوبة التعلم يقلب يقلب الأرقام سبعة يكتبها مقلوبة واحد يكتبه مقلوب يقلب الحروف عنده خلط بين الش والج والك والد عنده خلط بين الحروف ينجم يكون عنده صعوبة أنه يشوف التابلو أو ممطن يكتب ما ينجمش يعمل دو شوز ألافواء صعيب عليه على الأخر ما عندهش تقييم للوقت يعني يقول لك الوقت وفيه وإنا مكتبت حتى شي ما يعرفش وقت اللي يكتب من بعد كيفش يجعي الاصطر اللي بعده بش يكتب ما راي خلف استر ما راي خلف ثلاثة ما راي خلف أربعة أما الهنال أبناء أنت طوى مشي ديريكتمان للروضة أنا سؤالي اللي هنا الوالدين ربما وخاصة الأمهات اللي هما مسؤولات على تربية ومرافقة ومتابعة أبنائهم يظهر لي من سن العامين تبدأ تظهر بعض الإشارات حد الكل الصغير يبدأ يخطط يقول لك ساعات ورقة بي ذا كي تعتهد ويكتب لك حاجة بالمقلوب ولا يكتب لك فيه مثلا جانب الأيسر للورقة مش الجانب الأيمن فما إشارات ودلاء الكمبورتمان في النطق في الحركة هو في سن العامين أكثر حاجة يمكن نجم ونشوفوا أنه عنده غتار دو لانغاج يتكلم من مخر ما راهو مش أي واحد يتكلم من مخر وعنده صعوبات فما شكول ما عندهم حد شي ما شنو فما حاجات أحنا نقولوا من بعد نحتاطو فيها معناها نجد أن نفجعوش باشا من اللول ما نحبوش نفجعو للي باران نخلي لا توجي برا مثلش تفجع وطبع وثبت وأسئل خير ما ليه عمو كيكة ليه بوها كيكة ما يمشيش ما يتكلمش كالحكاية حتر هيدي ديما من الدولة بوها كيكة عموها كيكة وتتعدى السنين ويتعدى العمر ويدخل للمدرسة وإلى الاراضة وتنفجر هو أحنا من نجمو معناها من نجمو الاختصاصي من نجمش يعرف إسكو في اللاجة ذك هو إلي السوق كعندو الصعوبة ينجم يكون ساعة فما صعوبة نتجيوزوها من بعد أذيك أذيك لطن أنا نحكي الظاهر الظاهر اللي سيي نقوله راو فما فما كي يدخل يقرأ في المكتب في البرومياراني سوختو كيوصل الآخر البرومياراني يكون عنده غطاخ كبير ما يشدش الحروف طلق الأم تقول ليلة كاملة نحفظ فيه ليلة كاملة نحفظ فيه السباح ما يعرف حتى شي يعمل بكودو فوت دوختو غراف معناها حاجة تكون يعني يغمح كابل ما نجمش يكتب كلمة صحيحة ما نجمش معناها تعاود هيلو تعاود هيلو ويقلب يقلب الحروف يقلب معناها هو أكثر حاجة يقلب الحروف ما يفرقش بين اللي مين واللي سار للي يكبر ما يفرقش بين اللي مين واللي سار يقف هكا يقولك هذي مين هذي سار يتقلب ينسى لديركسيون بتاعه ما يفرقش عنده إذا فقنا بحيال لخيات هذو ما الكل بالعلامات بالإشارات أنه صغيرنا حقيقة عنده مشكل من المشاكل المذكورة هذي الكل شمو نعمل أول خطوة نمشي الاستشاري نمشي لتبيب نتبع 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 فيديوهات شمو نعمل أول حاجة ساعة شكيت فما حاجة زادت المدرسة تأكد تقول راو شوفوا ولدكم بتتخيلها كالك شوز أول حاجة أول حاجة أنا نحب نقولها يعني أنه نتقبل الساعة ما ندخلش في حالة من الهيجين على خطر يبدوا منهارين نراه كأنه كيفاش ولدي عنده صعوب التعلم يعني حاجة غير متوقعة وكأنه حصل المحذور معني ما ولدك لبس علي تبارك الله عليه بسحة جيدة عنده دي بتيب بخوب لاما عادي عادي نغمر لكن ما ندخلوش في الرفض راو أكثر حاجة يا أميرة أنا لاحظتها الرفض 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 يوصل لبارو أنهم ما يهزوش ولادهم باش ما يتصدموش أكثر والرفض وصل أنه ليكوبل طلقوا ودينا شوف تراه طلقوا خطر تقولك أنا ما نقبلش ولا الراجل يقولك هزوا أنت أنا ما نستعرفش أنا نجيب ولين عنده صعوبة في التعلم أنا ما نقبلش لهم تهز لهم تجيب وإلا يوصلوا بالحق معناها يوصلوا معناها ديكاء أنهم يطلقوا خطر أكم أدم تقبل تقبل وإنه حاجة عادية حاجة بالعكس الحمد لله فما العلم موجود وفما الاختصاصيين العلم موجود قبل كنا يحتمل ألف رهما مقرأوش خطر ما كناش نعرفه اللي فما حاشة اسمنا صعوبة تعلم طوى فما وفما حلول دونك أول حاجة نهزول دي للتبيب نكون متعاون مع يعني التبيب لازموا الاختوفونيس لازموا بتحامل نكون متعاون مع الكادغ ذلكل ومتعاون مع المكتب ونتقبل متحذر مديان ومهنوان متحذر متحذر ويلزموا بارشة فلوس بارشة جهد بارشة وقت بارشة وسعبال وبرشة تضحيات ومش مساهل في الوضع اللي احنا فيه انه الاوليات يتعدل مرحلة القبول والتفاعل ايجابي انه عن حالة صغير يعاني من صعوبات التعلم صحيح وهنا نحب نقول حاجة أميرة فما ديب باران ريتهم يتعلموا من الاختوفونيست ويتبق في الدار صحيح تلقى ديب باران ومتعاونين على الاخر فما ديب باران باران ونصائح قيمة وانا كمعناه من تجربة شخصية فما نصائح كان تسمع باران باران لوبيدو باران شنو يقول كيفاش تتعامل مع ولدك راهو صدقني كتراوح للدار تنجم بوسائل بسيطة تعاون ولدك كلمات سحرية يكونوا هما المفاتح لهالبيبان المسكرة ايه اذا تفهم الوضعية وتكون عندك الاستشارة والاستنارة ودقيت باب مختص واعطاك المعلومة والوضعية انت على صغيرك انت تنجم تتفاعل وتبني على هذا وانا هنا نحب نقول حاجة اميرة ما تطلبش من ولدك اكثر من طاقت وولدك راهو مينجمش يعمل املة سيكو راهو مينجمش يعمل املة مش لازم تضغط عليه تضغط عليه خاطر احنا يعني كمجتمع وانا نحب نقولها هذي بالحق وتوجع هي عنا زوز مشاعر نتعاملوا بهم في المستوى الدراسي مشاعر الفخر ومشاعر العار ولدي الشهادة متعو تعطيني فخر تعطيني قيمة في المجتمع بش نولي ام مثالي وبمثالي ولدي جاب 18 و19 ومن عشنو هذي مشاعر الفخر اللي هي ادنى مستويات الوعي ومشاعر العار ما يقراش وما عشبش نوري وجهي شاي يحشم ويقولوها لوليدهم تقولوا نحبك نورني حشمتني يعني زوز مشاعر هذو ما شفتهم إذا كنا نحاولوا نتخلصوا ونتحروا منهم بليتو طيب تشوف حياتنا مع ولادنا تقولي فهمها التقبل تنوير نشوف فلدي أنا نشوفه كحاجة عظيمة وهو بالحق حاجة عظيمة يعني أنا نقول كل أم وأبي شوف ولادهم حاجة عظيمة هي نعمة من عند ربي وبدل الفكرة شوف مواهبه شوف المواهب اللي ربي يعطاه له وينها بنسبة لي واستثمر فيها استثمر فيما بش تعطيه برشة زيد وبرشة ثيقة بش يتغلب على الخلل للموضوع دراسية أميرة أحنا نستثمره في مواطن الضعف اللي فينا وهذا أكبر خطأ أكبر خطأ ولدي مش به في المات نقريه مات مسبحه والليل للي هو يعني يكره كل مادة هذيك ويشوف أمه بوه هما زيت أسبب في كل كوره للمادة هذيك بنتي تبرقلة عليها تحب الموسيقى هل يزي نقرأه أوكي ما نهزك أعمل تفتق مواهبك المشاعر السلبية اللي عنا الكل علق ولادنا على القراءة كي بدأوا مثلا بيزنفان كي يون دي بروبليم تخرج فيك الموهب يحس بقيمته أنت تحطه في انفيرونمون وهنين حب نقول حاجة أخرى معنيها يعني من استحقاقه وقت اللي أنت تطور من مهاراته وتطور من غرامه أنت علي التموانياج أثر فيك بالطريقة هذه أثر فيها خطر معنيها عليش خطر مثلا أنت تحط ولدك في انفيرونمون هو مش قابله هو ميحبوش وتقوله لازم تولي كما الأخرين أنت شاعمت له نقصته من مواهبه أنت عصف تعلي قيمته في حاجة هو يحبها هو يزم نفهمه حاجة تعرف أحنا كنفهمنا أنه أولادنا عندهم حياة عندهم مسار حياة عندهم أم بخكور دودي بش يعيشوه ويتلمسوه يتيحو ويطلعو ويقومو وينجحو ويفشلو معلينا كان الرعي عندهم اثنية مشين فيها مشوف ربي كل إنسان أعطاه التجربة الرحية اللي بش يعيشها خاصة بي تعرفي لأنا للمنطقة هذه وصلنا المستوى الفهم هذير ما عادش حتى حتى يعيش النقبة ما عادش حتى حتى يهمه أصلا في رأي الناس نجح خاطرنا عرف اللي عنده مسار وعنده نجاح وعنده تقم عليه كان نصفق له كان نشجعه يكمل مشواره وحب اللي يحب وكره هالي كان وأميرا نقول لك حاجة كي تكون صعبة التعلم ماذي كميزة عنده وحافظ شا قول لك كي تكون هذي كميزة كالإنسان يخم مكاكة بش يستثمر في حاجة أخرى بش يستثمر في حاجة أخرى بش يستثمر في حاجة أخرى اللي مش ننس الكل راهوا عملوه احنا نحبه اثنية واحدة اللوحوا فيها الصغار الكل كل 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 راي حاجة مرهقة مرهقة كبيرة راي ونعرف دي بارون يرقدوا بالحرابش بالحرابش تقولي وقت الامتحانات راي نهبل عليش تهبل خطرك متعلقة بالنتائج متعلقة إنه ولدك وفينا الموالنتائج اللي يحبوها لهم هما كاعتراف بهم هما وبهيك الاسم وش رهيدا ولا قب متاع ام وابو وانساو هكا الانسان الكائن الحي اللي عنده صعوبات اللي عنده مشاعر اللي عنده حكايات ما ينجم هاش واللي عليك انت تعاونه باش ينجم يعيش مسار حياته بقدراته المحدودة والبسيطة لكن ينجم يكمل اللي هنا نحب نحكي على حاجة مهمة كيفاش نوصل انا كأم وإلا كابو نتحدى نظرة الناس ونتجاوز كل القيل والقال في الخفاء وفي العلن تعاونه يسخف اوه مسكين اوه في بالكش عنده صعوبات تعلم اوه عنده مشاكل وكل حكايات اللي تخلي الوالدين بحرابش العصاب وإلا فيه عزلة وإلا فيه الشعور وفيه ذبذبات الشعور بالعالم أول حاجة مناجموش نتحدى ونظرة المجتمع احنا رانا مناجموش نبدلوا الناس يعني أنا دوري مش نبدل المجتمع أنا دوري أنا نتبدل نظرة المجتمع نتقبلها ويكون عندي الوعي إنه لا تمثلوني لا تمثلوني هو قال والله شفت ولدها يسخف ولا هي تسخف أنا نحس روحي إبنوية مع ولدي أنا معاه مستمتعة بالرحلة وقتها صدقني حتى حد ما عاد ينجم يتجرأ يتجرأ ويقول لك كلمة والأربعة كلمة خطر هو ما عاشت أنت ما عاش موجوعة رهي الوجيعة هي تخلي الناس معنى تجذب لحياتك عبيت توجع فيك مغير ما تفيقرأ إما ربي يجيبهم لك باش تتشافة باش تتشافة ما كان وجعت إني كذا نتشافيت نتعلم بالألم نتعلم بالألم ولدها شافة من الألم وإذا كاد مفهمناش الرسالة مثل عندي ولدي عدو صعوبات باش أنا نبرأ باش أنا نولي نشيخ مع روحي نقبل ولدي كما هو والله والله كي تقبلوا كما هو إيما تشوف العجب وتشوف معجيزات ربي كيفية شراء والإنسان يحط حاجة تلقى حاجة أخرى وتولي أنت حتى محل تقدير تبقى هذه حلة الحياة نرمو يعني أنت تولبنا تحكي على حاجة تلقى ساعات والدين كاتبين سيناريو مصطرين سيناريو أولادهم وكأنهم لعبة وآدات فيديهم اللعكه هو كائن عنده روح عنده عقل عنده ميولاد يحب هذي وما يحبش هذي تفاعل معه كأنه إنسان ناضج موجود معاك في الدار تتقاسم معاها إسفاس فضاء وحياة عنده حق وعنده واجب علمو يكون راجل علمو يكون مرأة علمو يقبل روح ويحب روحكي معه إذا وصلنا المرحلة هذه هذي أميرة يطلب تغيير فكرة أنه أولادي متاعي نعم بهم اللي نحب أولادنا هما أولاد جبران قال أولادنا هما أولاد والحياة أنا شربتهم للدنيا صحيح أميرة وهما بشي عيشوا تجربتهم خلي عيشوا تجربتهم كما هما يحبوا وأنتي أطر وإدعم وشجع وشوفوا وأنتي رأوا ولدك حاجة أنا بتجربتي كأم ولا بحكم تجربتي كأم فهمت أنه الكلمة السحرية مع صغارك نحبك أنا نحبك أنا عندي ثقة فيك أنا معاك فين ما كنت حتى منيش معاك جسديا أغذر للسماء أغذر تلقوجي مسور أو أكثر حسانة تنجم تعطيها لصغيرك وقت تعلموا إنها موجودة معاك حتى جسديا مش موجودة روحي معاك نحبك وعندي ثقة فيك مهما كانت الوضعية والظرف أنا معاك خاطرك أنت والدي فقط بدون مش بش جيبشي سفر رحبك نحبك 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 ونشريلك إذا جبت 18 ما نحبك ومكش والدي ما نيش أمك طمنا عليه كلمت يا أمي ولا يا بابا خاطر لي مش بش 18 هذا الحب المشروط وهذه الغلطة التي تيح فيها الوالدي خاطرت حبينا نحنا زادا حبونا حب مشروط قلت والدينا معاك نجم ونكر أحنا خبالنا إنه نحبه الإنسان بأفعاله لا أنت تحبه خاطر والدك هو قطعة لا شو نقول حنقول أولادنا كبدتنا هل تجم أنت ترفض كبدتك ولا تقول كبتي ما تخدمش بالجداء ليلة ما نحبهاش هما روحنا هما نعرفه إنه روحنا إما روح أخرى جيت منا هما رهي عندها تجربتها وعندها ولعل صعوبتها هذوك متكون فرصة باشتفيق إنه ولدك عنده ما هو بفريدة مش عند الناس لأخرين لكل علشو نحبه لكلنا كيف كيف لكلنا طبا والكلنا وتشوف ونرى برشع برشع بيد راهم قارين على الأخر ما همش إبانوي في حياتهم ما همش إبانوي اخدم مع ولدك على البناخ علمه يكون سعيد فرحة نقرأ ما قرأش ما قرأش سيكون عنده حاجة أخرى باش يعملها سيكون عنده عنده من عشنا مواهب أخرى ركز على موهبة ولدك ولو تكون هي ولو تكون يعني حاجة أنت مجيش للموخك فما واحدة قتلي ولدها يصير يضحك قترا هي موهبة ذيك الضحك هو عنده صعوبة ودي ما يفدلك قترا ريتسستثمك وضامر عن لخ قولي لينا منحب شكيكة قلت لها استثمر في كل بهجة اللي عنده وراه وإحنا نستمره في أي حاجة أي حاجة في الدنيا مش كن أقرأ 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 وإينا راني قبل تابت زيد ما نحكي كلنا تابنا كأميتي كلنا تابنا باش وصلنا لها النظجة ومرحلة الوعي هذه نحكيه على أنه صغرنا عندهم مسار حياة نعرف نقاط القوة نقاط الضعف نقبل القوة والضعف ونشجعه ونعرف مواهبه ونسلط له الضعف وعالمه ونقول له وهذه سيتك ربما تبع وحفظ تبع تبع وتقول شخص نيتك امشي معه في الفلو في الفلو هو يمشي وانتي تمشي شكرا لك حاجة برمي أميرة جسد نحب نقولها في كلمة في كلمة الدراسة النجاح هو الدراسة هي طريقة من طرق النجاح لكن هناك عدة طرق أخرى حلوا عينينا حل عينيك شوف منه ومنه ومنه كل شيء يوسط لبنا بالمسعود وستاذة الجامعية مدربة علاقات أسرية شكرا لك على شهد الحياة بخصوص هالمشكلة اللي عني ومنه برشا أولياء للأسف اللي هو الصغيرات اللي عندهم صعوبات وبالتالي العائلة تحس بالحشمة تحس بالنكران تحس إنها مش موجودة ولا تستحق وعن جدارة لقب أم وبوه لا يا سيدي عندك الحق تحس إنك أم إنك بوه تمارس الأمومة والأبوها متاعك لكن مع احترام الذات البشرية اللي معاك بكل قوتها وبكل ضعفها يتواصل المشوار نورمال مو معنا نهارة الثنين ونهارة الخميسة معايا ومع زميلتي سيهم ومع كل فريق العمل نحب نذكر ونقول وسيلة التواصل الوحيدة مع إيمان بغوتايا ولا كريم التيفي عن طريق صفحتنا على الفيسبوك عشر عشر تبقى على خير في الأمان شكرا لكم مرسي مادام عشك